اشتركوا في القناة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اهلا بكم اصدقائي واحبابي في قناتيكم فارس البرمجيات على يوتيوب حضرتك اذا كنت تشاهدنا الاول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد شرحنا اليومين اللي فاتوا الموضوع المهم اللي هو خاص بتظلمات بطاقة التموين زي ما انتم شايفين اول فيديو ها تظلمات بطاقة التموين لكن لما شرحنا الفيديو زي ما انتم شايفين جلنا هسئلة كتير قوي على الفيديو دوت جلنا هسئلة كتير زي ما انتم شايفين هوت جلنا ما يقرب من 255 سؤال على الفيديو ازاي اعمل ايه واكتب ايه والكلام ده كله على الفيديو لكن في ناس كتير برضك لحد الوقت عندها تضارب ان هي تكتب ايه وتشرح ايه والكلام ده كله في موضوع درسينا النهاردة باذن الله هنشرح كل سبب بواجهك تكتب ايه فيه يعني لو عند حضرتك استهلاك قرابة عالي هتكتب ايه لو عند حضرتك سيارة فريح هتكتب ايه هنتناول مع بعض جميع التظلمات اللي ممكن تواجهك وهتكتب ايه في التظلم باذن الله لكن قبل ما نبدأ في الشرح ما تنساش تضغط لايك اسفل فيديو لاستشاهده الان ولا تنسى الاشتراك في القناة وتنويه لو دخلت على القناة بتاعت فرس البرمجيات ودخلت على قائم التشغيل هتلاقي قائمة قائمة التشغيل كل ما يخص بطاقة التومين لو دخلت على القائمة دي هتلاقي فيها حاجات كتير تخص بطاقة التومين يبخش عليها يمكن تلاقي حاجات تفيدك ولو تصفحت شوية في القناة برضا هتلاقي موضوعات عامة بإذن الله هتنال إعجابك وحاجات ما فيش غنى عنها سواء بقى خاصة بالكمبيوتر والاندوريد والحاجات ديه نخش في موضوع درسينا بإذن الله فضلا وليس أمرا قبل ما نخش في الموضوع دي قناة برضا كاسب لكم اللينك بتاعها أسفل فيديو لازتشاهده الآن في صندوق الوصف اسمها مطبخ شو يا رب يعني أتمنى من أصدقائي وأحبابي ومشاهدين قناة فارسة البرمجيات دعمها بالاشتراك في هذه القناة هذه القناة تخص كل ست خاصة بالطبخ نخش في موضوع درسينا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض في موضوع النهاردة كيف يمكن كتابة الرد في التزلم أكتب إيه في التزلم هنبتدي مع بعض واحدة واحدة ركز معايا شوف السبب اللي طالعلك في جون الخبز عندك إيه سبب التزلم وركز معايا في البند بتاعك وهتكتب إيه الأمثلة واحد رسالة تصل المواطن أن استهلاك الكهرباء تخطى الحد الأقصى يعني بيجي لك في البون بتاع الخبز أن استهلاك الكهرباء تخطى الحد الأقصى اللي احنا شرحناها قبل كده اللي هو 650 واط في جميع الحالات هتكتب إيه إذا كان استهلاكك مرتفع كما تذكر الرسالة يعني لو الاستهلاك بتحضرتك فعلا عالي هتكتب إيه ليس من حق التزلم تمام؟ طيب لو أنت جالك أن الاستهلاك عالي في البون لكن أنت استهلاكك أقل في القهرباء هتكتب إيه؟ استهلاكي أقل من الحد الأقصى والدليل فطورة الاستهلاكي أو الدليل فطورة استهلاكي الحالية عن شهر وتذكر مثلاً هنقول مثلاً شهر يناير ميت كيلو واط على سبيل المثال مثلاً يعني وبيانات الوصول الحسابي هو بيانات الوصول الحسابي دي هتلاقيها عندك في الوصل بتاع النور أو وصل الكهرباء هتكتب الحساب بتاعك طبعاً هتكتب البيانات دي ايه؟ كتابة وتذكر بيانات حساب الكهرباء والوصول ثم أقول رجاء كبول تظلمي وتضغط على حفظ يبقى الحاجة الأولانية فعلاً أنت متخطي الاستهلاك فهتكتب ليس من حق التظلم أما أنت لو استهلاكك أقل هتكتب أني فعلاً استهلاكك أقل وتكتب لهم مثال شهر مثلاً يناي أو شهر فبراير أنا استهلاكي كان مثلاً ميت واط وبيانات الوصول لحسابي هي كذا بيانات حسابي هي كذا تذكر بيانات حسابك عشان يخشوا يتأكدوا الكلام ده وتصحه أو لا وتكتب برجاء كبول تظلمي أنا عاوزك تعمل إيه؟ ما تشغلش بالك وتكتب الكلام ده في ورقة لا أنا أسفل فيديو اللي هزت شاهده الآن في صندوق الوصف هتضغط على إزهار المزيد في الديسكريبشن هسيب لك الكلام ده وتمكتوب هتشوف المشكلة اللي بيتواجهك إيه وهتعمل لها نسخة وتروح تحطها على طول في الموقع بتاع دعم مصر تمام؟ وأي لنك هنذكره بردك هتلاقي أسفل فيديو اللي هزت شاهده الآن طيب إذا كان عندك كارت وليس فطورة كتير جدا من الناس اللي سألوني تحت الفيديو اللي احنا شرحناه قبل كده بتاع التظلمات هتعمل إيه؟ بيقولي طب أنا عندي كارت أنا عندي العداد الكارت أنا أعمل إيه؟ نفس الشيء أقول أنا كارت وبشحن بمبلغ مثلا يعني 100 جنيه في الشهر وهذا أقل من المعدل المطلوب ورجاء تقبل التظلم أو تقبل تظلمي تمام؟ كده احنا شرحنا إيه؟ الثلاث نقط استعلاكك عالي استعلاكك أقل طيب إذا لم يكن لك عداد من أساسه أو أن الشخص المذكور قاصر وليس باسمه شيء أقول إيه؟ يعني اللي جاله البون دوت قاصر هو ما عندهش عداد هتذكر أنا ليس ليه حساب كهرباء باسمي أو أن الفرد المذكور قاصر وليس له حساب كهرباء باسمي ورجاء تقبل التظلم يبقى احنا كده شرحنا أربع حالات في الكهرباء وأي سبب أيا كان هنرد عليه بجملة مفيدة في صلب الموضوع يعني لو أنت شايف نفسك إحنا مشرحناش أو أنت حالتك هتختلف عن الأربع دول الأربع دول مثلا الأصل الأربع دول الأصل لازم هتلاقي نفسك واحد فيهم طب لو أنت دلوقتي بتفرج على الفيديو ومش شايف أنه أنت واحد من الأربع دول اذكر أيا كان السبب عندك هتقول جملة مفيدة في صلب الموضوع وتدعمها بالبيانات سليمة تمام؟ طب في ملحوظة هامة هناك أفراد كانت توجد حسابات كهرباء بأسمائهم وتم بيع البيت وده فعلا حد سألني السؤال ده وتحت الفيديو السابق أنا بيعتي البيت واللي اشترى البيت الكهرباء بتاعته استخدامها عالي وتم البيت الموضوع ركز في النقطة دي هناك أفراد كانت توجد حسابات كهرباء بأسمائهم وتم بيع البيت أو الانتقال من الشقة وترك العددات باسمه لشخص آخر يستفيد منه ويحاسب عليه أصبح الآن يتحمل مشكلاته يعني أنا وضحت لكم الكلام ده وهبع بيته والعدد باسمه المفروض أنه لما كان راح البيت باع البيت بتاعه كان راحه ودرت الكهرباء وتنازل عن العدد للملك الجديد يقول لك لأن انفاق غيره يتحمل على انفاقه ويجعله يخرج من الدعم اللي هو الكهرباء نفسها بتتحمل عليه هو فهو كده يخرج من الدعم لأن حساب الانفاق يعتمد على اسم صاحب العددات وليس من بيستفاد منه وبذلك ننتبه جميعا لذلك ونبحث عن هذه الأسباب وتعمل على حلاه حتى لا تتحمل انفاق غيرك معنى الكلام ده ايه الملخص الكلام ده كله ايه لو انت بعت البيت لحد والحد دوت هو دلوقتي استيلاكه عالي العدد باسمك انت اللي هتشيل الليلة كلها يبقى انت اللي هتخرج من الدعم انا مجرد رأي يبقى انت لازم انت تاخد الراجل اللي انت بعتله البيت وتوصل لإدارة الكهرباء وتتنازل عن العدد وتسجل باسمه وتكتف التظلم ان انا تنازلت على العدد لان انا بعت البيت ده مجرد حل او مجرد رأي طيب دوت السبب الخاص بالقهرباء ان انت هتتظلم من القهرباء هتكتب ايه قلناه طب السبب التاني فاتورة التليفون اعلى من الحد الاقصى امه قاله لازم ان استهلاكك لو استهلاكك 800 جنات تحرم من الدعم طب هترد تقول ايه نفس الرد اللي احنا قلناه في القهرباء وهتدعم الكلام بتاعك دوت ببيانات ومستندات ان وجدت طبعا انا كتير جدا قالوا لي ان الموقع لا يدعم رفع المستندات الموقع لا يدعم رفع المستندات احاول اكتب لهم المستندات ان هما لما يتحروا عنها سهل ان هما يوصلوا لها اكتب بيانات تسهل لهم الموضوع دوت قال لكم ان هناك بعض الافراب بتحمل انفاق واستهلاك غيرها من التليفون وذلك الاسباب التالية ملخص الكلام اللي جاي دوت عشان ما طولش عليكو فيه الكلام اللي هو دوت طبعا انا هسيب لكم الكلام طبعا كله مكتوب اسفل الفيديو لازو شاهدون انا هو انت حبيت تقراب التفصيل بس الكلام اللي جاي دوت بيقول لك يعني ايه انت احيانا بتتحمل فطورة غيرك ازاي بيقول لك في فترة من الفترات اصحاب المحلات كانوا بيشتروا خطوط اللي هي مثلا احد الشركات السلاسة او الاربعة دلوقتي بيشتروا الخطوط ديت من الشركات بيشتروا الخطوط من الشركات وطبعا انا لو سوقت الخطوط يعني مثلا جبت الف خط وسوقتو طبعا بيبقى ليه هدايا وبونس من الشركة فصاحب المحل كان بيعمل ايه بيجمع بطايق ويبيعها باسامي ناس وهمية عشان خاطر يحصل على البونس من الشركة طيب انا اعمل ايه اروح دلوقتي انا ادور دلوقتي في الشركات اروح مثلا شركة مثلا يعني مش عايز اقول اسماء شركة ايه اروح شركة مثلا بتاعت المحمول سيء اي ان كان اسمها اخش اقول له دلوقتي انا عايز استعلم ان ليا كام خط باسمي ويعمل لك ويديله بطاقتك لو ليك خط مش باسمك اقول له خط ده مش باسمي اتنازل عن الخط دوت واكتب دوت في الاسباب على الموقع السبب التالت السيارة الفارهة السبب التالت السيارة الفارهة او موديل 2014 برضك نفس الرد بتاعه قارب اذا كان الموديل اقل هقول سياراتي موديل اقل سنة يعني ما سنقول سياراتي موديل 2013 مثلا والدليل لرخصة السيارة كذا اكتب لهم البيانات ان الموقع ما بيدعمش رفع المستندات والدليل لرخصة سيارتي مثلا كذا 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 وحروف كذا والبيانات كذا وابدأ اذكر البيانات وفيه باقي الردود تم فيه كما تم التوضيح من قبل تمام كده المعلومة واضحة وسهلة وبسيطة في بعض الافراد اشترت سيارات وباعتها الاخر ومازالت باسمائهم مثل الحالات بتاع المعاقين احنا عارفين دلوقتي في مصر ان ممكن واحد معاق يشتري سيارة عشان يستخدمها استخدام الشخصي اللي هي بتبقى اقل شوية في الجمارك او تريبا مع فيها من الجمارك كلها تمام ولكن الناس المعاقين بياخدوا السيارة مثلا بيخصل عليها بمبلغ مالي وبيعها بمبلغ اعلى وبعد فترة خمس سنين بيروح يشتري السيارة تانية يتحرم من الدعم لازم يحل المشكلة ديت عن طريق المرور السبب الرابع والاخير التعليم الخاص انت اندخل اولادك احد ابنائك او اتنين او تلاتة اي ان كان في مدارس خاصة مصارفها خمسة وتلاتين الف جنيه هترد بردك نفس الرد بتاعك قاربة هتقول ان المبلغ لم يتجاوز الحد الاقصى انا مسلا هتقول انا مسلا مدخل ابني في مدرسة استهلاكها مدرسة خاصة استهلاكها التعليم قصلي التكلفة بتاعته 20000 جنيه مثلا انا موادين في مدرسة حكومة المدرسة الفلانية الرقم الفلاني في رقم تعريفي على كل مدرسة حكومة هتروح تبص كده في على اليفطة هتلاقي الرقم التعريفي كذا انا ابني مثلا طول انا ابني في مدرسة حكومة والرقم التعريفي بتاعها كذا 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 او انا ابني في مدرسة خاصة ومصرفات مدرسته مثلا مش هتتجاوز العشر الاف جنيه والرقم التعريفي بتاع المدرسة يمكنكم مثلا الاستعلام خلاصة الكلام ده ايه ايا كان المشكلة اللي نتواجهك هتكتب الكلام اللي انا قلته لك او هترد رد مختصر وتدعمه بالبيانات او المستهدات اللي وجدت طبعا احنا قلنا الموقع زي ما كتير قالوا لي ما بيدعمش رفع المستندات لكن انت هتكتب الرد مختصر وردك يكون مفيد وتدعمه بالبيانات بحيث ان هما يقدروا يتوصلوا للمعلومات بتاعة سيادتك دي بكل سهولة الموضوع سهل وبسيط ما تصعبوش على نفسك سمي الله ابدأ كده واحدة واحدة ركز شوف السبب بتاعك ايه وهتطلع السبب هترد تكتب ايه وهتحطه زي ما قلت لك اسفل فيديو لازل شهده الان في صندوق الوصف تضغط على ازهار المزيد هتلاقي الكلام ده كله انا سايبه لك تقدر تختار السبب بتاعك وتحطه وهتلاقي اللينك بتاع قناتي ما تنساش الشرك في قناة فالسل برمجيات وبالله عليك لو الفيديو عجبك ما تكسلش اضغط لايك اسفل فيديو لازل شهده الان وفعل الجرس حتى يصل لكل منشورات تانية جديدة وفضلا ليس امرا في قناة تخصني اسمها قناة مطبخ شو برجاء بالله عليك بردك دعمها بالاشتراك في القناة كل الواحد فيكم ومشكلته تتحل والمشكلة بتاعة الخبز ده وتتزلمات بتاعتكم تتقبل ويترفع عنه لو حد عليه مظلمة ولا حاجة ترفع عنه المظلمة كان معكم اخوكم الفارس حسام دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروا المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة